هذا وأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارين رسميين باعتبار الأحد والاثنين المقبلين الموافقين الخامس والسادس من مايو إجازة رسمية بمناسبة عيدي العمال وشام النسيم وتضمن القرار أيضا أن يكون الأحد المقبل أجازة رسمية بمناسبة عيد العمال بدلا من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو كما نص القرارين على أن يكون يومي الإجازة مدفوعي الأجر للعاملين في الوزرات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص